أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قرب انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش وأكدت الوزارة في بيان لها بأنه عقد اجتماع تم خلاله توزيع الأدوار الأمنية والاستخبارية من أجل تهيئة القوات الأمنية لمعركة استعادة الساحل الأيمن من قبضة ما يسمى بتنظيم داعش إلى جانب بحث سبل تأمين الساحل الأيسر بعد عملية استعادة كامل أحيائه مؤخرا وأشار البيان إلى أن جميع التشكيلات العسكرية والأمنية على استعداد تام وهي في انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لإعلان بدء عملية استعادة الساحل الأيمن للموصل فيما وصل ما يسمى بتنظيم داعش إطلاق قذائف الهون من الساحل الأيمن باتجاه حي سومر جنوب شرقي المدينة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين هذا ونفذ عناصر التنظيم هجوما معاكسا على مناطق عدة محاذية لنهر دجلة استهدفت قوات الجيش وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحة وإن التنظيم هجم مناطق شارع الكورنيش والسنجق والضباط والملايين من خلال عناصر مسلحة بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة ورجح يكون أفراد التنظيم متواجدين داخل الساحل الشرقية ولم يعبروا نهر دجلة من الضفة الثانية إلى ذلك شاركت طائرات التحالف الدولي في ضربات جوية عنيفة طالة المناطق الغربية للموصلة التي يسيطر عليها التنظيم فيما انطلقت عملية عسكرية لتطهير المناطق التي اتقعوا على الحدود الفاصلة بين ديالا وصلاح الدين شمالي العراق بعد أن تمكنت القوات الأمنية العراقية من استعادة كامل أحياء الجانب الأيسر من قفضة تنظيم داعش تنتظر الآن أوامر القائد العام للقوات المسلحة لبدء معركة استعادة الجانب الأيمن تراسي الدوليمي الأخبارية بغداد